رفع الإسلام شأن المرأة وقيمتها وصارت مكانتها خالدة في التاريخ وغدت سيرتها في قرآن يتلى على مدة الزمان نتحدث في هذا المقطع عن امرأة ذات ملك عظيم وهبها الله رجاحة العقل والحكمة والفطنة التي لم يمتلكها الكثير من الرجال إنها بلقيس ملكة سبأ ما قصة هذه الملكة وما علاقتها بالهدهد ونبي الله سليمان وكيف أسلمت لمعرفة تفاصيل هذه القصة ابقوا معنا تبدأ قصة بلقيس ملكة سبأ باستعراض عسكري قام به سيدنا سليمان لجنوده وتفقد الطير فلم يجد الهدهدى فهدد بتعذيبه وقتله إن لم يكن لديه حجة وسبب وجيه لغيابه قال تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وهنا وصل الهدهد وبدأ يخاطب سليمان عليه السلام بثقة وثبات قال تعالى فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنباء يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولاها عرش عظيم وكانت بلقيس تقود بكل قوة وحكمة ملكا عظيما مثبتة كفاءة المرأة في القيادة كما إن أعطاها الله كل أسباب القوة والعظمة من جيوش وحضارة وعرش لا مثيل له يتابع الهدهد حديثه عما شاهده في مملكة بلقيس قال تعالى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا رهو رب العرش العظيم بين الهدهد بحكمة مظاهر قدرة الله تعالى من خلال ما وهبه له من قدرة على معرفة أماكن المياه المخبأة وأشار إلى عظمة عرش الله فلا عرش فوق عرشه هنا تجلت عدالة نبي الله سليمان وتدبيره قال تعالى قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبيين فلم يحكم عليه حتى يتثبت من المسألة ثم أوكل إليه متابعة الأمر بمهمة قال تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون فأرسل نبي الله سليمان رسالة مع الهدهد إلى بلقيس وصل إلى بلقيس وألقى إليها رسالة من سليمان عليه السلام فجمعت كبار رجال المملكة لاستشارتهم بأمر الكتاب فقرأته عليهم قال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا رتعلوا علي وأتوني مسلمين فحوى الرسالة دعوة سليمان لهم إلى الإسلام والخضوع لحكمه وظهرت حكمة بلقيس بلجوئها إلى الشورى رغم أنها كانت قادرة على التفرد بالرأي قال تعالى قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أول قوة وأول بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين ظهرت حكمة بلقيس من جديد كانت بحاجة لمعلومات أكثر عن سليمان عليه السلام حتى تتخذ القرار المناسب دون أن تتسبب بمواجهة وصدام فأرسلت له هدية قال تعالى قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون وصل رسول بلقيس إلى نبي الله سليمان ودهشوا بما سخره الله له من ملك وعظمة وجاءهم الرد الحاسم من سليمان عليه السلام الذي فهم مرادهم قال تعالى فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون أرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبلا لهم بها ولن نخرجنهم منها أذلة وهم صغرون وصل الخبر إلى بلقيس فقررت الاستسلام لسليمان عليه السلام وأخبرته أنها ستأتي على رأس وفد من كبار مملكتها معلنين الاستسلام والخضوع لحكمه أراد نبي الله سليمان عليه السلام إظهار المزيد من العظمة لبلقيس لكي يختبر ما وصله عن حكمتها ورجاحة عقلها فطلب من أعيان مجلس حكمه أن يأتوه بعرش بالقيس العظيم قبل أن تصل إليه فقال أحد العفاريت من الجن أنا آتيك به قبل أن ينفض هذا الاجتماع ولكن أحد رجالات العلم جاءه بالعرش بعد أن نظر لآخر الأفق ورجع ببصره فرآه عنده فشكر الله وحمده قال تعالى قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم طلب سليمان عليه السلام أن يتم القيام بتغييرات طفيفة في عرش بلقيس ليختبرها به فلما وصلت سألها بطريقة ذكية أهكذا عرشك وكان المتوقع أن تقول نعم أولا ولكنها كانت حكيمة فطنة فقالت كأنه هو هاتان الكلمتان شملت جميع الخيارات والاحتمالات الممكنة قال تعالى فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتين العلم من قبلها وكنا مسلمين بعد ذلك أراد سليمان عليه السلام أن يريها عظمة قدرة الله تعالى فأخذها إلى الصرح وهو قصر أرضه من زجاج تجري من تحته المياه فلما رأته بالقيس ظنته ماء فكشفت عن ساقيها ثم تجلت لها الحقيقة فلم تملك إلا أن أسلمت لله رب العالمين فالعاقل لما يظهر له الحق يستسلم فلا يمكن لعقل سوي أن يقف معاندا للحق لما يتجلى قال تعالى قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر